كل واحد قاعد في البيت لازم يسأل نفسه سؤال واحد انت قاعد في البيت ليه وتلما نزلتش ولازم يسأل نفسه سؤاله العاكسيudge اللي نزلين تنزلين tapi انت ضد حكم الإخوان؟ وانت ضد حكم الإخوان؟ انت ضد اللي حصل لمحمد محمود دي واللي فاتت ولا انت ضد الفساد المالي والإداري اللي بكل الحاجات الحكومية ولا انت ضد الجوع والفأ ورفع الدعم عن السراوة الرئيسية ولا إنت ضد القرد اللي خدوا مرسي من البنك الدولي ولا لأ إنت ضد احتقار المناصر وستطرد الإخوان على كل حاجة بتحصل في الدولة دلوقتي وعلى كل المرافق وعلى كل المؤسسات اسأل نفسك شوية الأسئلة دي وأعرف انت هتروح فيهم بالضبط في الحقيقة اللي بنزل هنا محدش بيقولهم تعالوا وأنا مش بقولكم تعالوا اللي عايز يجي يجي والمش عايز يجي ما يجيش إحنا ما عندناش قدوبسات إن نجيب فيها الناس ونحطوهم زي الخرفان وإحنا ما عندناش فلوس عشان نأكل الناس طول النهار وإحنا ما عندناش أي إمكانيات غير شوية ميكو جيل بنسعط بيهم الناس شوية خواز ده اللي احنا قدر نقدمه للناس اللي بتواجه السلطة وبتواجه القمع الداخلية لسه زي ما هي بل بالعكس الناس المتهمين في قتل متظاهرين في عهد حسن مبارك هم اللي مسكين الداخلية دلوقتي واللي مرسي بيقرمهم واللي مرسي جابهم جنبه علشان يحموه مرسي دلوقتي قاعد واللي بيحميه الداخلية الداخلية اللي وقع الشعب المصر في 28 يناير واللي بيحميه الجماعة الجماعة اللي خرج أفرادها من السجن علشان فيه صورة مرسي نفسه كان في السجن مرسي نفسه اللي بيدين دلوقتي الاعتداءات على الداخلية لانها بلطاجية هو نفسه نفس الشخص اللي كان موجود وكان محبوس فتورة ولولا صورة الغضب ولولا أحداث 29 يناير ما كانش يخرج وبقى رئيس لكون تنسيت الميران ده هيفقرك احنا موجودين فيه ومش هنمشي